طيب أخوي حمد بما أنك سرت مشهور خصوصا بعد ما أنقذت نفسك من الاحتباس داخل الباص وفكرت بالحل بذكاء ما شاء الله عليك ممكن تعطينا معلومات زيادة نفيد فيها جمهورك؟ طيب ودي أوضح لكم المناطق الخفية اللي في الباص هذه علمني عنها السواق ماذا تقصد بالمناطق الخفية؟ للناس ما تدري عنه أنه في مناطق خطيرة مخفية يمكن السواق ما ينتبه لها هذه مناطق يمكن تخلي الطالب يندعس إذا ما كان يعرفها زين أول شيء وأهم شيء هذه المنطقة هي أخطر منطقة بالباص ولا أحد يفكر يقرب منها وهذه منطقة بعد خطيرة مرة المنطقتين هذه ملونة بالأحمر لأن الباص إذا مشه قدامه ورجع وراء يكون خطير مرة على الطلب والمناطق الصفرة صح أنها أقل خطورة من الحمراء بس تعتبر خطرة بعد لازم الواحد يكون حذر مرة إذا كان قريب من هذه الأماكن بالنسبة للنزول من الباص بعد ما تنزل لازم أقل شيء تمشي خمس خطوات وتبعد عن الباص آخر شيء ودي أقوله للطلاب والطالبات نصيحة إذا جيتوا تركبون أو تنزلون امشوا بسويش وبدون ركض وإذا طاح شيء من أغراضك على الأرض لا تفكر تأخذه لأنه يمكن يمشي الباص ويدعزك لا سمح الله يعطيك هالفعاف يا حمد ممكن أخذ معك سلفي؟ أكيد تفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر